الزمالك عنده نقص كبير جدا أو نقص عددي وواضح للناس كلها في اللاعبين اللي هيكونوا متوجدين في معسكر على استعداد لمباراة القمة علشان كده فريرا المدير الفني وأسامة نبيه صاحب القرار داخل الجهاز الفني في نهدي الزمالك كان أسامة نبيه عنده رؤية في الدفع بعدد من الشباب زي يوسف أسامة نبيه واحد من اللاعبين المميزين على فكرة وكان دايما هو هداف فرق الشباب المختلفة لما كان موجود في أمبي إلى جانب سيف فاروق جعفر لعب برضه من اللاعبين اللي بيثبت جدرته لكن في نفس الوقت النادي الزمالك عنده أزمة كبيرة ومن ضمنها طبعا أزمة في نص الملعب خاصة تسبب فيها طريق حمد وطريق حمد عنده المشكلة دي من الآخر بقى ينزل وراء ما ينزلش وراء يقول لك أنا كنت من سافر ألمانيا وأنا واخد توقيع من رئيس النادي أي واحد أي واحد وأنا بقول لك معلومة كنت قلتها لك قبل كده أن طريق حمد مش هلعمتش القمة وأنه هو بيرد على إدارة نادي الزمالك علشان أعلنوا عدم التجديد لأن لا طريق حمد ولا محمد أبو جبل ولا أي لاعب من اللي كان أعلن عنهم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه هو هيقبلهم علشان يتناقش معاهم في تمديد التعاقد وهم ما راحوش لسبب أو لآخر ما كانوش توقعوا وأنا بقول لك معلومة ما كانوش هتوقعوا أن مرتضى منصور هياخد قرار بعدم التجديد وأنه يصر عليه والبعض قاعد يقول وأنا حتى يمكن أنا نفسي كنت وسألت رئيس نادي الزمالك أكتر من مرة هو أنت هتجدد لطريق حمد إمتى بعد ما أعلن نفس الأمر بالنسبة لمحمد أبو جبل نفس الأمر بالنسبة للمغربي أشرف بن شرقي لكن كان رده لي أن مش هيتم التجديد ليهم خالص ده خلى كمان محمد أبو جبل يتنازل عن الشروط البالية التعجزية اللي كان حطتها علشان يجدد عقده مع نادي الزمالك وفي نفس الوقت المغربي أشرف بن شرقي وقد تكون مفاجأة خلال الفترة اللي جاية عنده أزمة في العروض الخارجية اللي تلقاها والعروض اللي كان يمكن بيتكلم فيها مع المسؤولين في نادي الزمالك واللي خلته كمان يبلغهم قبل كده إن مباراة القمة اللي جاية هي الأخيرة الأشرف بن شرقي مع نادي الزمالك لكن بدأ يبقى فيه تراجع في طريقة التعامل مع اللاعبين مع الجهاز الإداري مع الجهاز الفني خلينا نشوف برضو ونترقب الماضي